ماشي أي حاجة في هذه الدنيا بغيناها كالقاوها ما كنختاروش والدنا وما كنختاروش عائلتنا ولكن عندنا الحق أننا نغيروا الحاضر ديالنا باش يتغير المستقبل ديالنا خديجة صاحبات حكيتنا الليلة بسبب والدها غدي تعيش واحد الطفولة اللي كانت عندها واحد تأثير سلب على المستقبل ديالها غدي تلقى مع واحد شخص ما يسمى بولد الناس ولكن ما كانتش عارفة بلي أنا غدي تدخل لواحد المرحلة من الابتلاء من نوع آخر حكايتنا الليلة ليلة عبرة كيف جميل الحكاية ما تمشو فيه نبقى معايا سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي كنتم لأناكم تكونوا بيخروا على خير وموركم هانيا حوالكم طيبة اللي مؤنسة ديكم عادة إليكم من جديد أينما كنتم اليوم بتدكرش شوية مغير علاش لأنه قللت الضع لعينية باش نقدر نستمر معكم في الحكاية فاخرين ما تعطلش عليكم أكثر ولكن قبل ما ندخلوا في حلقة الليلة ما تتنسوش أنكم ما تبخروش علي بالضغط على زر الإعجاب بسم الله يالله لنبدأ أنا خديجة أنا غدي مبداليكم من طفولة ديالي لأنه هي اللي عندها تأثير كبير على حياتي وعطاتني طاقة سلبية عجيبة أنا بوباق من ما يتزوج بماما كان مزوج واحد المرأة لي هي اللولة ماتت وخلات لي استاديا الداري بنات أولاد خلاتهم لي صغار فاش غدي تزوج بابا ماما وجات عنده الدار لقات عنده ولده صغير عنده شي ست سنين والآخرين كانوا كبار كل واحده في نواصل الكبير فيهم عنده ستاوشرين سنة ماما فاش تزوجت ببابا مباشرة غدي تحمل بخويا اللول قلتات عامين وحملت بيا أنا واختي التوأم أنا مليح الليت هينية في ديك الدار لقيت المشاكل وديما الصداع والدباز وديما ماما غضبانا غدا عن دارهم مرة كانت تدينا معاها مرة كانت تسمح فينا كل مرة وشنو كانت توقع وإما كانت تخلينا معا بابا عشنا العذاب وحتى الفقر لأنه بابا بوحده اللي كانت يصرف علينا كاملين وما كانوش بزاف جيل الحويج متوفرين وكنا كانت تكسو مرة حتى تزوج جيل مرات في العام بحكم باللي أنه ما كانتش المادة كافية لنا كاملين لأنه كيف قلت لكم بابا هو اللي كانت يصرف علينا أما أختي إذا كانوا مرة مرة كيد برويلاريوسهم كانو تيخبيوا فلوسهم عندهم ديما الصداع ديما الدباز مع ماما على أبسط الحويج على الشغل على الماكلة المهم هكا أنا كبرت في جومز موم كانت دي الطفولة ديالي وبحكم باللي أنا وبابا كان حارس في واحد المدرسة احنا كنا سكنين فيها وكنا تنقرو فيها يا ما تعرضت لتحرش اللي كان بزاف وأنا صغيرة بحكم أنني كنت غليوضة وعطي العين وبحكم أنه ماما كانت عيشة واستضغوطات ومشاكل ومعها ستادي الاربيب كان عليها شغل كله غير هيا بوحدة فكانت هاملانا ما كانش عند هاداك الحارسة علينا تعرضت لتحرش الجنسي من عمي من صاحب بابا من ولد خالتي من خوية ولكن عمرشي حد فيهما أذاني مباشرة أنا ذاك ما كنت عارفة شنو مدوك الحركات فاش كنت صغيرة في الوقت اللي أنا كنت كنت تعرض فيهم كنت غير حالة في ممي وكان ضحك لأنا وما كنت شعارفة ومطاحت علي الفكرة حتى أنني باش نقول هالشي حد حيثش في دارنا شي حاضي شي ودبازو ورغوات ما كانش وقت فين أصلا نقول هادشي ولا حتى لما نقوله صعيب علينا نحكي لكم هاد التفاصيل ولكن محتاجة أنا نفرغ هاد القصة لها زمعي سنوات بمدرسة عشت شت أنواع تامن ممور لأنه ما كنتش تلبس زوين وما كنتش تلبس بحالهم ديما لبسا الحويج اللي كانوا قدام وعيانين أما ماما مسكينها كانت تجمع ليها شعري الفوق وتزيروا لي بلا ما تدري يشم قيبطات ندكش ديال الأنوطة تعقدت من المدرسة وما بقيتش عندي الرغبة في القرية أصلا حتى جاء واحد العام فين خوتي بدأوا كيت تفرقوا كل واحد وفين تيمشي باش أناو يخدم وبابا غديشت تقاعد ديالو وخروج من هذيك الخدمة وانتقلنا لسكنة واحدة أخرى لأنه وفشكت سليم الخدمة من ديك المدرسة خاصك تخوي الدار غديمشي ونرهنو في دار واحدة أخرى طبيعة الحال أخوتي ماما هم اللي غدي عاونونا أخوتي تكبروا وكي نقصوا معاون المشاكيل وحتى التحرش لأنه وخرجت من ذاك المحيط اللي كنت عايش فيه بحكم فاش رحلنا رهلنا في واحد برهلنا في واحد بارتما اللي كان صغيرا في واحد الحي اللي كان شو ينقي ما كينش اللي يقلت قدام الدار فهاد الوقت أنا بديت كان بي أنا راسي الدراري في الزنقة والقرية ما بقيتش مع مراليا العينين نهائيا ووقت ما خرجت اللي كان بغي أنا يندوس قدام الدراري باش يشوفوني واللي تكل لبس الحويج اللي هم مقصار باش أنا ينبيين راسي غدي جي واحد والد عمي يقرح دانا في الجامعة ولكن كان ساكن مع الدب فبدأت يجي عندنا مرة مرة للدار فهاد الوقتة اللي كان فيها تيجي كي يبغي يتحرش بي وغديت تكرر هاد القضية وما مرة ما زوج إذا دازم حدايا كي يقصني أولا كي دل ليش حركات أولا كي يغمزني وكانت يقولي يا سيري هاد البلاصة أنا غدي ينتبعك وأنا ما كنش كان بغي صراحة ندوس معه مدة بحلاكة ولكن ما سنعطيهش فرصة حتى خدي يغبر ما عروش واش خرج من القرية المهم ما بقاش كي يجي واسقطعات العلاقة مع بيناتنا كيف كنت لكم القرية ما بقاش مع مرة ليا راسي حتى كي يجي وخوت ماما وحيث همام يسرين ماديا قالوا بلي أنه غدي يتعاونوا مع بعضياتهم ومع بابا اللي عنده شباركة باش أنه نشري واحد دار ونستقروا فيها فهذا الوقت أخوتي الكبار تفرقوا كل واحد وفين مشا كي يخدم ونقصوا شي شوية دي المشاكل في الدار وما بقاش كي في الأول بقاش معنا أختي واحدة في الدار بقينا بحال هكاك حتى رحلنا الدار جديدة وهنا غدي نحل الحيني على واحد الحيي شعبي مية في المية العيالات اللي قالتين في دروبا ودراري اللي كانوا واقفين في راس الدار واحد الحانوات اللي كانوا ديما مجموعين فيه الدراري والبوليس ديما داخلين خارجين تما غدي نتكنوا في هاد البلاصة أختكم غدي تحلوا لها العينين على بزاف جلح ويش تكونوا عندي أنا ذاك شي 13 لسانة ما تصدموش وبحكم أنني كنت في بداية تسير المراهقة ولا وما عرفش صراحة واش تغريت بهم بحكم أنه واش كنت بادية في سير المراهقة ولا بقوة ما تتعرضت للتحرش ولا بغيت نجرب المهم الله أعلم فأنا وليس كنت صحب معاهم ووليت من هذا الهذا وليس كنت أخلي واحد يقسني واحد يعنقني واحد يشد ليه فيدي نمشي مع الأخور للأخلى وإذا حصلني خوية كنت كنا نكون لها قتلى دي اللعصة والمعيار ومع العلم أنه ذاك خوية هو اللي كان كيتحرش بيا وعند بلوب اللي أنني ما عقلاش ولكن ما عمرني ما جبت لي ذاك شي المهم بقيت بحلاكك حتى جاتوا ذاك خوية واحد الفرصة فاش أنه يخدم ويمشي أما اختلاء الأخرى اللي أنا وياها توأم هذيك خرجات على الطريق تبعت البلية من داخلها خارج الحبز وما مسوقاش ليا كانت عارفة نيب اللي أنني كنت مصاحبة مع واحد البنت معروفة خارج للطريق وداخلها وخرجتي الحباسات والبلية ومشدودة على الخيانة الزوجية ومطلقة ومعروفة وكنت أمشي معها بزاف وعمرها ما كانت ليا شي حالة تخضروا تقولوا لي باك باك هذالوقيته ما مسوقش هو أصلا عمره ما تسوق لي ولا حتى تسول فيها إذا بدت على برا ما شيف هذالعالم شخص ما تدلي بزاف بيني لي غير الفلوس وديري اللي يعجبك ندخلي خرجي يعكر لي لبسي التعري المهم غير بيني الفلوس والله يعاونك مو بطبيعة الحال ما كانتش كنت بغي هذالشي ولكن ما عمرها معرفتني شو كنت ندير دي ما كنت نكذب عليها أنا بقت في ذيك الحالة حتدرت 18 سنة وقدينت لقى بواحد البنت من العائلة صدفة في واحد المناسبة اللي كانت زونة وعطي العين شافتني بقى صغيرة بقينا كنهضرو تبدلنا النوامر دينا ووقينا على الاتصال بدتك تدخلني بالدراري مسكين لقاتني أصلا راني طلق اللعب وهنا بدتك تحلي عينية على طرقان وحد آخرين بقات عليا أجي عندي للدار علما أنه هي كنا في مدينة وحد آخرى غادي تورني واحد الشخص اللي لاباس عليه وبغي شي وحدة والله تبحيله هي اللي كتدبر لي على الرجال وكتخلص عليا بدتك نمشي معها وهنا غادي نكتشفي عالم جديد عالم ديال البران ديال الشراب وحتى ديال الكاررو في المحيطة ديال دارنا كنت غير كندير العلاقات ولكن فاشتلا قيت بها تسيدة دخلتني للهاوية وليت كنشرب وسندير قاع الموبيقات وبدأت كتجرني من هذا لهذا وبحكم أنا ذاك كنت كندير الحلاقة فكنت كندير سباف دارنا راني كمشي نبريكولي مرة أو لك نقول يوم بلي أنني راني في العرس أولا مرة نقول لهم أراني بيتا في هذه البلطة باش نخدم أولا مشيت عند هذه العروسة كنصيب ليها المهم كنت تنكذب باش كنت تنبت على برا بقيس بحال هكاك حتى ضيعت شرافي غير بقوة العلاقات وكنت فاقدة الوعي ديالي مشيت للطبابة دو وزت فتما في نتأكد وهنا في المبقى عندي حتى شي حاجة اللي غادي تحبسني أو اللي غادي تمنعني وهذا نخرج للفساد بجميع أنواعه بطيطي كيف تقولوا بالعلالي ما بقيت كان نداب حتى شي حد بابا صباح كنجي كان حط لي الفلوس أو كنجي بزوجي السكن اللي عامرين بتقضية تبقى تضحك حتى كتبها اللي الدرسات للي العقل وما مسوقش ليا أصلا فين بت ما وما مسكنا كنت تنكذب عليها ولا كنت كان ندور معها ولا نشري لها شي ببيجاما ولا شي يجلي لبس وكاتسكت بقيت على هذا الحال سنوات وحملت من واحد وطيحتو وحملت من واحد آخر وطيحتو فهذه المدة كلها كنت عارفة بلي أنا وهاتش اللي كندير فيه راح حرام وممزينش وكنت ديما كان بكو كنت نطلب الله يعفو عليها ويرجعني للطريق ويسهل عليها أنا ننتوج ونتهنى ديما إذا دست محدى شي جامع تبقى كنقول سعدات اللي تيصلي في بيتك يا ربي يا ربي هذيني وعفو عليها ما كنش كنت جرأ أصلا ندخل لي يا إما ما كنش كنكون نقية يا إما البسيتي يكون مفضوح ولكن من ديما تنقلس في الاعتباء وكنت طلب الله بقي تبحالها كاك لقرأة قريتها لا ديبلوم ديتو دفعت البيرميو وسمحت فيه وكنت نقصر ونبقى كندور ونمشي لقهاوي حتى أنا ندبر على راتي حتى خرجت الطريق العوجة مية في المية حتى لواحد المرة غدي نتلقى بواحد السيدة صدفة اللي عندها واحد السالون وبيليت كنجمعنا وياها كل مرة كنت كنصيب عندها وبيليت كنجمع معاه وكان ضحكو حتى وليت الكليانة ديالها شوية صاحبت معاها ولكن عمرها معرفة الحقيقة ديالي شنو كان دير عمرني معاودت لها شمن زبايل كان دير حتى الزوجات وولدات وبحكم أن وسكنات معاقوزتها كان خاصة شي وحدة اللي مرة مرة تقلس لها في السالون إذا هي ما كانت شمسالية هي اخترحات عليا وشو بقيتش تديلي السالون بحكم أنك عندك تجربة في هذا الميدان وفيتلك قريتي فيه لم تجربة محسن منك قلت لها خاف لنا ليس مشكلة خرجت لي خرجت لي الضبنة على السالون ووقت ما خرجت لي شغل كتعيت لي وبقيتنا بحالها كاك هذه البنت درها لي يا ربي بحاشي ملك في طريقي ديال الوسخ بحال لربي بغاني نبعد على هذه الطريق بشوية بشوية ما بقيش كن مشي القاوي وبعد على رفقاء السؤال كاملين اندرجة أنني بدلت النمر وخليت واحد القلة اللي هي قليلة اللي كنت 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 قلت معاهم شي شوية من هم اللي سي تدور معايا وكان نرجع في حالي مشيت تقيد في واحد للصال وبدأت ندير رياضة وكان اخرج كان تمشى وتصاحبت معا ماما وكان اخرج معاها ومرة مرة اخرج معا شئ واحد وديك البنت إذا مشيت للصالون كانت كنت كنت تدور معايا ولكن عمرش حد معرف الحقيقة دي بقيت بحلا كالمدة طويلة مثل واحد النهر وانا قلت في الصالون قال لي عقلي حلي واحد الموقع دي الشاط مش يجيل الزواج غير جلت تعارف قلت صفحة دي وبدأت ندور فيها من بعد ثلث او او تزوجه ولكن هما غير يستغل لك ويقضي الغرض ويسوس ولكن خصوصا فاش غادي يقول يا اوروبا قلت خليني نشوف طمعت وقلت غادي بدا يعطني الفلوس بقيت معاه وجل المغرب وشافني وحماق علي وقال لي خاصتي نسافر انا وياك صرحت لي بلي انه انا راني ما بقيت عزبة وراني كنت مع واحد السيد ووعدني بالزواج وتفلع لي عمرني ما كنت لي الحقيقة وابلي انا احمل زوج مرات وضيحت هم هو كانت يدوي لي على الزواج وصافرت معاه لمدة يومين فاش رجعني لدارنا ودور معايا تدوير اللي كان صحيحة عجبني الحال وفرحت وطمعت وعاد ولي كان نعطيه الوقت وابتت ندوي معاه رجع البلاد في اوروبا وكمل خدمته وبقي على تواصل عود للمرة الثانية المغريب اللي فيها تلاقينا وصافرنا فاش رجعنا قال انا غادي نخطبك قلت للي واخه مرحبا قلت للماما وقلت الله يجعل بارك بنتي من الدوران صافية بنتي خديجة جمعي واجدنا فاش وصل النهار ما بغوش وليدي فغادي جيه واخته رجلها وابدينا نسؤول لهم على وليدي قال لنا لح قرى مراد ما يقدر يجيو قال لي ببا انا ما ما نقدر ندير وليديك ضروري خاصهم يحضر قال لي لا راني غادي نجيب هم غير ذا باج نتعرف على بعضياتنا ويجيو مرة اخر ان شاء الله المهم زربوا علينا ما يقرر الفتحة قررنا الفتحة بقى بحلاكة هو رجع لأوروبا لكي يخدم واحد ستشهر ويجيو عود يرجع انا قلت لي اذا لم يجب والديك بلا ما تجي عندي لا بابا ولا ماما ربا غينا شي قل يا صافي سنجيب مرحلة واحد اخر من القصة المهم لم تطولنا الخطوبة دوزنا فيها سبع شهور وتفهم فيها على الصداق من بعد فاش رجع في حاله بدك يعيث لي ويقول لي انا ما عندي وراني مزير وراني نكري الدار فين غدي دقلسي وراني مزير نحت العرس انا كنت بغى نتزوج نتفكم المستنقع اللي كنت صداق سنصبر عليه حتى يكون عندك فاش مرحلة نكتب العقد لن نكتب باللي ما عطيت نوال و ستبقى بيناتنا قال لي لا انا ما سنرضى بك امشي قراء هوا ولا يقرأ واخد قول لي هون باللي راكيش ديتي الفلوس ولكن ستبقى بيني وبين لك حتى نجمع ونعطي لك ونعطي ونعطي لك ونعطي ونعطي لك الطموبيل ونجيبك لأوروبا وبقى يعمر لي راسي قلت لها اي صافي ماشي مشكل حنا اصلا سنضير الولدات والمستقبال وما يبقى بيني وبين الماديات ماشي مشكل وكيف قلت لكم قبل ما يخطبني كنت كنت نخرج معا كنت يدور معا كنت نحن اجنس محي اجنس اجنس لك ونجري حتي لك ونجري امش ممش لhorse كاري وهنا من المغرفة غير صغير في مغرفة ممش وان لدي اجنس وان اصلا الوog الصوت وان امش فعند قام لك ان نحن لقد قلت لك أن تプر أليس الأولى لك BARC قبل أن يمشي تطولي وليدي وجلست الفرحة لمبجل أخرى نجاب يوجد موجودة في المدينة أصنع أن أجل من أوروبا و تستطيع الأمر لم يتقبلوني ولم يتقبلوني ولم يتقبلوني وانا ما تنخلي منذير معهم تخيلوا معي انني قريبا نحيد لحمي من شويه ونعطيه لهم وهم ولا يبغيوني كان بليهم بحاش يعدوا وديهم اللي نسيت ما قلت لكم بللي انا وفي يامات وحنا مخطوبين وما زال كان ديك ساعة كانت تيديني عند دارهم كانت عندهم واحد بيت وكوزينة في السطح ديما مسدودين تنسولوا شنو كين فيها تيقولي الله رغير تخرب ايقا تمايا قدرنا العقد ونكتشف من بعد بللي انا هو السيد اللي انا مزوجة به عنده امرأة واحدة اخرى قبل مني والده معاه ثلاثة والده معاه ثلاثة زوج ديال بنت وولده فلسولته عليش كذبتي عليا وبديت نبكي قالي يلا راني ساعة مبغيك وراني غير راخفة نصارحك ومتقبلش انا كيت زوجي بيا وانا ديك خيتي راشار فاعلية ولثقافية وهي اللي كانت كتولد انا عمرني اصلا كنت لها بغيت لولاد بقى يعمر لي راسي وعائلتي يقولوا بللي راغير لاسقا فيه وما عارش انه كانت ديرة لي حتى كانت تابعة كانو كلهم تيضروا على غير بالقبيح بقنا بحال هكاك حتى صافي تقبلت الامر ديال الواقع ولكن ما قدرش نقولها الوليدية سكتو كمتتها في قلبي وبدين كانو وجدو العرس اللي داز وصبحت عند حماتي اللي فجيت عندها ملقات لي حتى كاس ديال ما عند الباب الطار وتما عرفت باللي انني بعتراسي رخيصة بزاف وتما كيف تيقولوا فيه انت ترفقت والتوقت وليس كان قول شنو دارت بعتراسي رخيصة لراجل وعائلته كملت بحال هكاك وسكت ومهضرتش وبقينا حتى الواحد النهار غد نتلقى بديك مرتو اللي هي اللي كانت ساكنة في السطح قلت هدمو اللي يسكن العيالات في بيت وكوزينا ذاك شي باش حتى انا كراليا بيت وكوزينا غد نتلقى بديك مرتو فعلا كانت كبيرة ولكن علاقتهم كانت تقطعت انا ذاك كان مبيناتهم غير الوليدات غد يرحلها ملك البلاسة ومشاكرا لها فوحد القنتوح داخر لا هي ولا ولادها اللي بقات يصرف عليهم وليكاري لهم فاشتوجت به بديك نكتشف بلي انني مع اكبر نارجلسي على الكرة الارضية اكتشف بلي انه انسان يتقن التمثيل على برا بلي انه بارئ ومحترم ومسواب ولكن داخليا الشيطان بصفة انسان ما تخافش الله وما تعرفش حاجة اسمي العذاب ولا الدنوب وياه ياه ياه اذا جيت نعود لكم على مدازلية والظلم والحقرة اللي اتعرضت ليهم اذا قلت لكم غادي يخصني نهار وما غاديش نسالي شحال كليت ديال الدق والتعايرت والتعنفت ولدت معها بنتي اللولا ودار لي لوراق وجابني عنده الاوروبا وصلت انا وياش حام مرة الاطلاق جيت اللي هنا وكتشف بلي انا وكان فيتليه مزوج مرة اخرى ومتلقها وما عندوش مع هالأولاد كتشف بلي انا وتيبيع الممنوعات هنا كي في المقالية اما في الصداقي عمرني ما شفتها نضربني مرة مزوج وتيعيرني وتيسمح فيه ويمشي كي يدور مع اصحابه الخيانة بلا ما اندوي عليها ياه ما حصلت علي الكثير والكثير ما كنش قادر اندوي علش اللحويج اللي دابان قاسك اندوي عليهم شو غادي نقول لكم منعلي العالم الخارجي وليس انسان حدودية وبيتوتية اكثر من طبيعي وليس محصبة وتنغوت على والو وما بقاش عندي الخطر زدت وردت بنيتها واحدة اخرى اللي غاديت مرض ليها بسكاروية عندها خمس سنين ومرضت بسبب قوة الخلعة اللي كان يخلعنا شحام مرة دربني قدامهم واحد المرة غاديت بتقاعج انوية كبيرة بغايد بحني بها قدام بناتي وهم كي يشوفوا ياه ما دوز علي العذاب وياه ما شوف لي هاد شي كله انا اليومين هذا بقى فيه والكاريثة بلي انه ولاده من المرة اللولة بغايد يجيبهم وانا ما بغيتش وما دويتش ماشي خوفا ولكن انا عارف ما بينه وما بين الله تقربت منه بزاف وطلبت اسماحه على الماضي ديالي من ربي دفع هو الوراق لولاده وخرجوا ليه وقريب غادي يجيبهم وانا ما كدبش عليكم خايفا من المشاكل وصداع بحكم انو هاد الراجل قبيح وما عارف شونه غادي ندير معاه انا حاليا عايشة في اسبانيا بغيت نطلق ولكن ما عندي فين غادي نمشي انا في هاد المدة كلها الام ديالي جهة سرطان وماتت في لوقتها ديال كورونا بابا عاود دوج وما عنديش فين نمشي خويا اللي كان كيت تحرش بيا دوج وعاود دحياته اختي الاخرى اللي قلت لكم دخل خارجة الحباسات ويا حاليا فيه بقاتها كالتفلثة الحالة ديالها ما عندي فين نمشي وواتي يقولي اذا بغيت يطلق غادي ترجع للمغرب ما غاديش تبقي هنا وانا تيبالي يبلي انو ما نقضيش نعيش مع راسي هنا بحكم انو ما عنديش اللغة لا عائلة لا حنين لا رحيم بوحدي وثلاثة انتاع ابنيتات مسؤولية ما عرفش فين نمشي ولاده صعاب انا كان عارفهم والمشكيل انو بناتو راح هي لاتكباري انا خايفة نعيش اللي عشت ماما وتنقول واقلة سنتكت ضرع لي واش اللي عشت ماما غادي نعيش وانا اليوم ولكن انا ما قادراش نسمح في بناتي بحكم انو ماما كانت تتسمح في وكنت كانت تعرض للتحرش ووجهت الاختصاب شحن من مرة وكنت كان نفلت منها انا مرت اليوم بالاكتئاب تحرمت من حنان ديال الام ابا ما كيسورش فيها خوتي كل واحده في نعاطي الراس هاد خينا فاشل قاني وحدانية حقر علي بزاف وتيخرج مع اصحاب وكيتتارى في المدن بالايام وما تيخلي حتى المصروف واذا صونت لي ما تيجاوبنيش وبعد المرات كيبلوكيني من كل شي حتى كيارجع شا حلقة دي نعود ليكم؟ اللي ما عارفش صراحة ولي خلاني يحكي لكم قصة وانه واش نطلق واش نرجع فحالي لمغرب ما عارف شنو غادي ندير وانا معي ثلاثة ديالبنيتات عايش بفلوس الحرام ماخد لانيش نخدم وما بقاش اعلاش اصلا غادي نصبر هذي حكايتي وهذي كانت حكاية خديجة يا سادة يا كرام رأيي والله اعلم غادي نعطيه دابة وغادي نخلي المتابعي الكرامتهم غادي اعطوا رأيهم لك خديجة شوفي انا كنقول باللي انه انسان غير صارح حتى شي حاجة كتربي ولدات عامرين بعقد كي يكبروا معهم بعقد يقدروا يعاوتاني حتى هما للمرة الثالثة غادي يعيشوا ذاك الشي اللي عشتينتيا ولي عيشوا لك والديك اعتقد ذاك الولدات رحميهم متابعين لاننا في اسبانيا غادي قولنا واش كاينين شي جمعيات اكيد 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 دادوا عندي قصص بحلاك كتمشيل شي جمعية اللي غادي تطلبي منهم باش انهم يعاونك واكيد غادي تلقي حل ما تهبطيش راسك ما تسمحيش لراسك ما تسمحيش لدوكولي حتى انهم ترحمي راسك رحمي ذاك الولدات وما تخلي مش يعيشوا في ذاك العذاب اللي عايشة في هدابة مستنقع اعزاكم الله اللي هو خانز أب بدون أصل بدون مفصل بدون تربية بدون دين شنو غادي تكبري في ذاك الولدات فراجع الموضوع قلبي الناس اللي عندي في اسبانيا كان اكيد عليها ان شاء الله يخليوليك تعاليق قلبي الناس اللي قدروا يعاونك اللي قدروا يشدوا بيدك حتى انك يتلقي شي حل لانهم مستحيل تكمل في هذه العلاقة هذه كانت حلقتنا الليلة كانت من المتابعي الكرامان وما يخليوليك الرأي دي لهم دمتوا في رعاية الله وحفظه سلام سلام